قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحزار والتجويع ومحاولات التهجير القصري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الألاف من الفلسطينيين الإبرياء ثانيا ندين امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأة لأكثر من مليون نازع وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية وندين سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والذي يستهدف تجديد الحصار على المدنيين مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية ثالثا نطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ووقف كافة محاولات التهجير القصري وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفورية لإسرائيل من رفح رابعا ندين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة وإعاقة عملها والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة وبما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية العزية القوافل ونطالب بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات خامسا نؤكد استمرارنا في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان وندعو المجتمع الدولي والقوة الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاطلاع بمسؤولياتها الإخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية وتوصيفها بشكل واضح كأنها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني سادسا وأخيرا ندعو لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استأذنكم جلالة الملك في قراءة أعلان أهم النقاط الوردة في إعلان البحرين بسم الله الرحمن الرحيم اعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية إعلان البحرين الذي يتعامل مع جميع القضايا والتحديات التي توجه أمتنا العربية ويؤكد على التضامن العربي وتكسيف العمل العربي المشترك من أجل بناء المستقبل الذي تستحقه الشعوب العربية ويركز البيان على قضية الساعة وهي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يسببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة وضرورة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون عوائق ويؤكد القادة في بيانهم أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتكسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق حل الدولتين هو سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة كذلك يتناول الإعلان المواقف العربية إزاء أزمات عربية عديدة وقد قرر القادة اعتماد المبادرات التي قدمتها مملكة البحرين وهي كالتالي أولاً إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية للعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لتحقيق السلام العادل والجامل ثانياً توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وزات سيادة كاملة وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف ثالثاً توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدولة العربية ومنظمة الأمم ومتحدة الثقافة والعلم والتربية اليونيسكو في مملكة البحرين رابعاً تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدولة العربية وضمان توفر الدواء والعلاج بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدولة العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين خامساً وأخيراً تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة هذا هو موجز إعلان البحرين الذي يبلغ ثمانية صفحات ويعالج كل القضايا شكراً جلالة الملك